كنا بنتابع المؤتمر الصحفي أو الكلمة اللي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش من أمام معبر رفح كان في استقبال الشباب المتطوعين ومن الجماعيات الأهلية الوقفين وأعلنوا اعتصامهم المفتوح منذ أيام سمعنا في بداية أو قبل كلام أنطونيو جوتارش كانت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم بتتحدث لجوتارش بتتحدث عن ما يتعرض له الأهلين في فلسطين من حصار وأن هذه المساعدات هي ضرورة إنسانية للوصول للجانب الآخر فدي كانت في بداية هذا الحديث أنطونيو جوتارش كان برضو يعني بيعبر عن ضرورة إدخال هذه المساعدات تحدث في بداية كلامه إنه ما ينفعش تكون واقف من أمام معبر رفح إلا وتحس إن قلبك مكسور لأن انت عارف إن فيه وراء هذا المعبر 2 مليون مواطن تحت الحصار ما فيش عندهم طعام ما فيش عندهم ماء ما فيش عندهم دواء ما فيش عندهم الاحتياجات الأساسية للحياة مش بنكلم عن رفاهية بنكلم عن حتى احتياجات أساسية فقط لاستمرار الحياة الحياة أبسط البسيط إنه الناس تشرب مياه وتاخد الدواء لما تكون تعبانة أنتوني جواتيرش كان بيقول إنه على عكس الوضع وما خلف المعبر بنجد أمامنا شاحنات محملة بكل ما يحتاجه المواطنين الفلسطينيين من طعام من دواء من ماء من الاحتياجات الأساسية التي من الضروري أن تعبر هذه الشاحنات لأنها وحسب ما وصف هي خط للحياة خط حياة وضروري أن كل هذه الشاحنات تعبر للجانب الفلسطيني تحدث أيضا جواتيرش أنه نحن بانتظار أن القوافل تدخل كل يوم لتوفير الدعم الكافي نحن نقف على أرض ذات سيادة وهي مصر وبالتالي بنحترم قوانينها نحترم كل ما يتعلق بسيادة هذه الدولة وأنه فيه اتفاق بين مصر وبين الجانب الإسرائيلي لإيصال هذه المساعدات بشكل آمن للمواطنين تحدث أيضا جواتيرش عن ضرورة وقف نار وصفوا بأنه وقف نار إنساني لضمان وصول هذه المساعدات للمواطنين اللي محتاجين هذه المساعدات وبالتالي كان ضرورة يعني الوصول لحل في هذا الموضوع وقف إطلاق النار سيسهل الأمور وهي يعني العمود الأساسي في هذا الموضوع أمام حضراتكم الآن الصورة من أمام معبر رفح شايفين الشباب الواقف في اتصامه وفي وقته الاحتجاجية منذ أيام ولكن يعني الصوت يمكن أعلى حتى يصل للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جواتيرش اللي كان بيضقي كلمته منذ قليل أمام معبر رفح شكرا